السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغناء من الألف إلى الياء النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة فيك أكثر من واحد سألني عليها فحبيت أعمل لها فيديو مخصوص ألا وهي الكحة الكحة في الأغناء الكحة لو اعتبرناها التهاب رئوي سببها بيكون التهاب رئوي لكن اليوم هذا الفيديو مخصوص لأن الكحة النشفة تجد الخروف أو المعزة بتكوح كحة ممكن تقعد بالدقيقة كملة كحة بس لا يوجد أي إفرازات من الأنف لا يوجد أي بلغم في السدر وتبقى اسمها كحة نشفة الكحة دي ممكن تبقى أغلب الأوقات بتكون التهاب في القصبة الهوائية مش واصل للرئة التهاب في الحنجرة أو في القصبة الهوائية واحتمال ثاني بتكون ديدان رئوية بس طبعا إحنا 90% من الحالات كلها اللي بتيجي الكوحة النشفة بتكون في القصبة الهوائية بتتعالج بالمضاد الحاوي على طول وهنقولك معنا دلوقتي المضاد الحاوي اللي بيجيب نتيجة ممتازة معايا وعن تجربة كل الأدوية اللي بنقولها في الفيديوهات بتاعتنا كلها عن تجربة في أدوية تاني في أدوية كتير بتعالج بس أنا بتكلم عن الأدوية اللي بتجيب معايا نتيجة وعالجت بيها وبتجيب معايا نتيجة مثلا عندي نوعين بيعالج بيهم أساسي بالنسبة للأغناب اللي هو الضان يعني بنستخدم تايلوزين اضحلك الصورة بس تايلوفيت المادة الفعالة تايلوزين عشان نسمي دي تايلوفيت ده الاسم التجاري بتاع الشركة انما أنا بتكلم عن المادة الفعالة تايلوزين تايلوزين طبعا ده الخروف عندي التلاتين كيلو بمعنى صح زي ما انت شايف الجرع عشان فيها أدوية كتير بتعالج مرض معين بتستخدم الدواء المرض ما بيروحش حاجة مل اتنينية الدواء بتاعك مش فعال يا الجرع بتعطيك مش كفاية لان انا استخدمت بكل الجرعات ده مكتوب أهول الأغنام الأغنام والماعز واحد ملي لكل عشرين كيلو لا الجرع اللي بتجيب نتيجة واحد ملي لكل عشرة كيلو لو استخدمت واحد ملي بالنسبة طبعا لشركة فرما سويد اللي هو اللي انا بستخدمه اللي في ايدي المنتج بتاع الشركة ده اللي انا بستخدمه ان فيه شركة افيكو ما استخدمتهوش فممكن تكون المادة الفعالة بتاعته اشد من ده فممكن الواحد سنتين يجيب نتيجة الواحد سنتين للعشرين كيلو يجيب نتيجة لكن انا بستخدم واحد سنتين للعشرة كيلو وجرعة مرة واحدة بيجيب معي نتيجة ممتازة في خلال 24 ساعة بتكون راحة الكحة اختفت الكحة بس طبعا المعيز هو مكتوب لك هو للأغنام والماعز بس فيه دواء تاني افضل للمعز اقمن من ده على المعز لان ده يعتبر جرعة زادة على اللزوم ممكن تسبب مشاكل في المعز والدواء اللي انا بستخدمه للمعز هو فلوريكول الفلوريكول المادة الفعالة طبعا فلورفينيكول عشان برضك الاسامة التجارية لان فيه فلوروميد فيه فلوريكول وفيه فلوروميد دي اسامي شركات عشان الناس اللي بيتكلمون من بلدان العربية طبعا بيقول لي الاسامي اللي دوها تختلف ده ده منتج مصري الشركة بسمية فلوريكول انتاج شركة فارما سويد برضك شركة مصرية اللي اخد انا بكلمك على المادة الفعالة تشوف بقى انت في بلدك المادة الفعالة فلورفينيكول فلورفينيكول دي المادة الفعالة بتاعت الدواء ده الاسم التجاري بتاع الشركة انت بقى في بلدك تدور على الفلورفينيكول او اللي هو التايلوزين زي الدواء اللي فات ده نتيجة ممتازة برضك واحد سنتر للخماشاشر كيلو بتجور على المكتوبة يعني ثلاثة ميلي للخمسة واربعين كيلو ثلاثة ميلي للخمسة واربعين كيلو ممكن تستخدم سنتر للعشرة كيلو بس يتحين تحت الجلد ده بيتحين عضل وبيتحين تحت الجلد اما التايلوزين عضل فقط عضل بس الفلوريكول بيتحين عضل وتحت الجلد بيتحين عضل يومين سنتر للخماشاشر كيلو سنتر للخماشاشر كيلو وبتحين النهاردة بيتحين القرآن بتحين قرآن بيتحين قرآن جراء يوم اما التايلوزين لا겠죠 باتحين سنتر للخماشاشر كيلو البته بيتحينها الآخر قرآن في مراعا يعني الـ 45 كيلو أو الـ 50 كيلو لـ 5 سنطة بتحينهم تحت الجلد مرة واحدة أما التيلوزين لا التيلوزين عضل بس أما ده في الفلوريكول بس بتحين أو الفلورو فينيكول بيستخدم عضل وتحت الجلد ونتيجه ممتازه الاثنين مستخدمه ده يستخدمه الماعز ده سعر ضعف التيلوزين ده العلبة 5 سنطة بميت جنيه ده أكتر من ضعف كمان بمية أو بمية وخمسة التيلوزين العلبة بتعمل حوالي 75-85 جنيه 100 سنطة التيلوزين أرخص بالتيلت سعر التيلت فأنا استخدم التيلوزين أكتر لأنه ليس العبرة في السعر والعبرة في الفعالية طالما معي دواء رخيص ويجب نتيجة أشتغل على الدواء الرخيص ده بالنسبة للكحة في الأغنام ونأكد مرة تانية كحة نشفى مفيش بلغة في السدري لأنه يوجد بلغة في السدري في كحة وفي بلغة في فرزات من الأنف هذا يبقى التهاب رئوي بيتعالج بردك بداه وبيتعالج بالتيلوزين بس في المراحل البداية في بدايته أما في المراحل المتقدمة لا بتستخدم مضادات حيوية تانية أشد زي الدراكسين وزي الفيندين بتستخدم حاجات تانية أغلى السنطة الواحد بـ 35 جنيه فتبقى غالي بس هو اللي بيجيب نتيجة إن شاء الله معاك في المراحل المتقدمة وطبعا ده دواء عن تجربة الكحة والبرد في الأغنام الصغيرة بيجيب نتيجة ممتازة يعني كان عندي الجده هول اللي قاعد ده ده عنده التهابرة أول الجده عنده التهابرة أول ما شاء الله عليه بس تعب لو تسمع الصوت مش هتسمع الصوت مش واضح صدره تعبان خالص صدره حتى من قلة الرضاعة من مبارح ما رضاعش بيقف بالعافية بس ديتو سنطة من ده مبارح طبعا نبرح الرقة خالص بياخد سنطة الصغيرة ده بياخد سنطة بقى مش بالميزان هو ما يجيش 3 كيلو أو 4 كيلو بس بيتاخد ده بديته سنطة فلورف نيكول ما شاء الله وكان عنده إسهال بردك لإسهال نشف ونشاطه نوعا ما تحسن عن مبارح مبارح كان متضمر خالص مش هيتطلع علي نهارا النهاردة الحمد لله هو وان شاء الله نهاردة هنديره سنطة كمان من فلورف نيكول حتى هو يتقوم هو يتدخل بيرضع مبارح كان قطع الرضاع نهائي هو لسه بيدور لكن لسه ما رضعش ولكن ان شاء الله في تحسن الدوع عن تجربة وزي بنعيد مرة ثاني جميع الأدوية اللي بنقولها عن تجربة عملية مش كلام نظري وبالمرة حبيت أوريكم كنتم منزل فيديو عن الكساح العرج ده الجدي اهو شوفوا ما شاء الله مشيت وتعدلت ازاي تحسنتها اه طبعا تعريضه للشمس والرضاع اخوه هناك اهو بيرضاع اخته اصلي اهوما الاتنين بالمرة عشان نتابع الحياة الاهوات كلها عملي بالمرة بس 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 اهو ده اللي كان عنده الكساح وده السليم ده النتاية السليمة مش كده بعد بيدها عن الشمس ده النتاية السليمة ان شاء الله عليها اهي طبعا اي فيش فايا مشكلة وده الذكر اللي كان عنده اعاقف رجليه شوف رجليه ان شاء الله تحسنت انا اديته مرة واحدة بس الدواء وعلى الفكرة لو مديتهش خالص وردعته كويس وفي الشمس شوية ان شاء الله هيتضبط بس انا بدي ازادي التأكيد مش اكتر الدواء يعني ما عندكش دواء الهتم بيرضعته بس كويس وان شاء الله هو راضح حل وماشاء الله هو الاشيط حلو وبيقف على رجليه كمال رجلي واحدة من ورها شوف الرجلي تعدلت ازاي ان شاء الله تعدلت ايمها ولسه بتتعدل على فكرة لسه فيها عوجة بسيطة بس مش زي الفيديو خالص الاول وبيمشي تماء ورجمة لكل فيديوهاتنا عملي وان شاء الله المعزة اللي نزلت الالتهاب الضارع مبارح لسه بنكمل علاجها كلها طبعا للاصدقاء اللي متابعيني على الصفحة اهي هناك ايه بس ده الدهان بتاعها دهانها مبارح ما شاء الله هو مبارح كانت اصغر من كده كانت الحلمة بس ما شاء الله نهاردة هي بدأت النشف من هنا هو لكن هي بدأت ان شاء الله هي يرد الالتهاب يرجع الورا فان شاء الله بزان لسه هندهانه النهاردة تاني وهندهم ضد حيو لسه 3 ايام و 4 ايام ان شاء الله طالما فيه اللبن ده اهم حاجة اللبن لو نشف هي ده المشكلة الكبيرة وفي النهاية لو اعجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة